كتب التي تدوسها داعش هي نفس كتب نظام ألسعود شوفوا نفس السلوب جيبوا مئة سنة لأهل سعود وهل كم سنة لداعش وطابقوهم يطلعوا زيتهم هنا زيتهم هذه العبارات كلفت لبنان وتحديدا جيشه وقواه الأمنية ثمنا ضاخطا بحيث جمدت السعودية لهبى المقررة للجيش والقوى الأمنية اللبنانية بنحو أربعة مليارات دولار خطوة السعودية حمل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري فتورتها لفرقاء لبنانيين اللي بتحمل هذا الموضوع هو حزب الله والتيار الوطني الحر ولكن كيف يرد الطيار على كلام الحريري؟ الطيار الوطني الحر عمل أكتر من بيان وأدان الاعتداء على صفارة المملكة العربية السعودية بإيران يمكن لأنه الرئيس الحريري ما سمع البيانات اللي طلعت من الطيار لأنه بهالفترة اللي طلع فيها البيانات ما كان موجود في لبنان غيس حريري عم بتقول بموضوع التيار ما معه حق يحمل مسئولية لتيار الوطن الحر بس هل ما معه حق يحمل مسئولية لحزب الله مع تصريحها الأد هجومية من السيد حسن نصر الله؟ هلأ معه حق ولا ما معه حق؟ هيدا الموضوع برجع لشيخ سعد الحريري إذا هو بده يحمل مسئولية لحدا ولكن فينا أقول لك أن الطيار الوطني الحر ولا مرة عمل تصريح معادي أو هجومي أو بدر بمصلحة مع عدوة العربية وزير الخارجية بجامع الدول العربية بالقاهرة ما تحفظ ولا أعترض لأنه البيان بالصفحة الثانية بالمقطع الثاني بالسطر السابع بيذكر حزب الله اللبناني ما بيقدر لبنان كان يتبنى قرار مذكور في أي جهة سياسية فاعلة موجودة في لبنان بشان هيك الوزير باسيل قال أنا بدي امتنع عن التصويت موقف وزير الخارجية جبران باسيل صار بالتنسيق مع رئيس الحكومة وزارة الخارجية أكدت أيضا في بيان لها أن الوزير جبران باسيل أدان أكثر من مرة التعرض للبعثات الدبلوماسية السعودية في إيران وضعت المواقف اللبنانية التي تصدر في خانة الاستفادة السياسية رخيصة وأكدت أنها تزور حقيقة الموقف اللبناني وتسبب في زيادة التشنج في العلاقة اللبنانية السعودية وتشجع المملكة على المزيد من الإجراءات وتضع مصالح اللبنانيين على محكي المراهنات الداخلية لأصحابها في موضوع الرئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع رمى كرة تصحيح العلاقة مع السعودية في مرمى الحكومة بتشكل وفد رفيع المستوى قوامه يمكن نصف الحكومة الحالية كل الوزراء السياديين مع رئيس الحكومة مع بعض الوزراء الآخرين وفد عشر خمسة عشر وزير بيروحوا على المملكة أكيد بتصور بيستقبلهم الملك على الرحب والسعى وهونك بيطرحوا الأمور مثل ما هي وبيطلبوا من المملكة ترجع تستقنف مساعدتها للبنان وفيما يشبه التماهي مع موقف جعجع مرشح العماد ميشيل عون للرئاسة يتحدث بصعب بالمنطق نفسه لازم يصير في جهد لحتى نتواصل رسميا كحكومة لبنانية مع القيادة المملكة العربية السعودية لنقدر نشوف كيف بنا نمشي بالحل المملكة العربية السعودية قدمت الكثير للبنان وهيدا اللي صار هلأ بدر بالجيش اللبناني بدر باللبنان حزب الله لا يزال حليفكم لا يعني بتمونوا عليه لحزب الله يخف شوي لترميم العلاقة مع السعودية أول شيء اللي صرح فيه سيد حسن نصر الله طبعا هو بعبر عن وجهة نظر السيد نصر الله وحزب الله ما بعبر عن وجهة نظر الحكومة اللبنانية ولا بعبر عن وجهة نظر أي فريق سياسي بما فيهم الطيار الوطني الحر يعني عم تتنصلوا من المواقف سيد حسن نصر الله هذا الموضوع نحنا كانوا واضحين جدا فيه وفي تباين آخر مع حزب الله ينقض بوصعب ما ورد في بيان الحزب عن أن الأزمة المالية التي تعاني منها السعودية هي التي دفعت بها إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة المملكة العربية السعودية اليوم اللي متبرع على مصر بعشرين مليار دولار مش ممكن يكون عندها أزمة مالية على مليار أو ثلاثة مليار لا فيه شيء يعني حزب الله هنا عم يتحجج لحتى ما يقول أنا هو السبب لا أنت عم تقولي هذا الكلام أنا عم أقول هذا فيه خلاف بالسياسة وهذا الخلاف بالسياسة بيصير فيه كلام وكلام مضاد بالتالي أنا ما عم أقول عم يتحجج أو مش عم يتحجج كثرت التصريحات لكن النتيجة واحدة جمدت هبة السعودية ولكن ثم تم يقول إن ما حصل هو أول الغيث والآتي أعظم يبدأ بتجميد الهبة ولا ينتهي بترحيل اللبنانيين من الدول العربية خصوصا بعد بيان مجلس التعاون الخليجي الذي تضامن مع السعودية ترجمة نانسي قنقر